فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا لهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهم ارتباط ومناسبة فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا نعم أعمال القلب وأعمال الجوارح مترابطة فما يكون في القلب من النيات والمقاصد والهموم يظهر على الجوارح الجوارح تتحرك بما في القلب وما يدور في القلب من الأفكار والعكس كذلك القلب يتأثر بما يكون على الجوارح من الحركات والذهاب والمجي والأخذ والإعطاء فالقلب يتأثر بأعمال الجوارح والجوارح تتأثر بأعمال القلب فبينهما تلازم وبينهما ارتباط وثيق نعم